وكل سنة وكل أمهات العالم طيبين وبخير صباح الخير عليك يا عبدالسون صباح الخير يا هدير صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري في حلقة خاصة وأمه مميزة وهي حلقة عيد الأمة 21 مارس 2022 صباح الأمن صباح الأمان صباح البهجة والأمل وكمان الحلنية والحب والعطاء بلا حدود دون توقف أو كلل أو ملل أوصف كتير قوي بتتجمع في شخص واحد فقط وهو أو هي الأم الأم يعني نظرة العين اللي بتطمن وتسند وتقوي علشان كده في عيد الأم كل شخص بيحاول اللي هو يرد جزء ولو بسيط جزء ولو صغير من الجميل لأمه بهدية بكلمة دعوة من القلب حتى كمان وهو ده رد الجميل كل سنة وكل أمهاتنا طيبين كل سنة وكل أم فرحانة بولادها ببرهم وعطاءهم ويكونوا قادرين إن هم يعوضوها على تعبها وآلاءها وصهرها طول السنوات اللي فاتت لأن في الحقيقة الأم يعني هي سبب رئيسي لتلوين الحياة بأحسن الألوان وده نتيجة عطاءها وتربيتها لولادها وزي ما قال الشاعر حافظ إبراهيم الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعب طيب الأعرق عشان كده كل أمهاتنا دايما بيكونوا فخر لنا كلنا كل سنة يا هدير وأنت طيبة وأنت أم برضو لسه مشروعة أم كده هنشوف هنقدر نعم أم مكافحة برضو هنازل هتشتغل كل سنة وأنت طيبة وأنت طيبة يا عبد السامن شكراً لك الحقيقة أنه الأمومة دي حاجة كبيرة قوي ونعمة وهبة من عند ربنا كبيرة لكن الحقيقة برضو ما هيش حاجة سهلة أبداً يمكن معرفناش الكلام ده وحسينا بيه غير لما بقى عندنا أولاد فبقينا عارفين كل المجهود الكبير اللي الأمهات عملوه طول حياتهم علشان يقدروا يكونوا فخورين بأولادهم يعني كل طيبة عند كل أم هو مشروع بتفضل تشتغل عليه طول حياتها وتتعب عشانه طول حياتها والحياء أنه التعب ده بيكون على قلبهم زي العسل ما عرفش الصراحة يعني إزاي بيقدروا يدوا المجهود ده لكن هي هبة من الله أنه الأمهات تكون بالقوة دي وقوة وحنية في نفس الوقت كل أم في حياة ولدها هي الوطن في حياة ولدها هي النور اللي بيلجأوله والحطن الدافي اللي بيعوضهم عن أي حاجة وحشة بيشوفوها في حياتهم النهاردة بحب أقول شكراً لكل الأمهات شكراً لكل أم بتتعب وبالضحي علشان ولدها وعلشان تفرحهم الحياء أنه رغم أنه دايماً واجب علينا أن نحتفل بيهم ونفرح بيهم ونكون فخورين بوجودهم في حياتنا لكن عيد الأم كمان بتكون مناسبة حلوة قوي أن نتقرب لهم أكتر ونعبر لهم عن حبنا أكتر لأنه هم يعني الأم هي الحد الوحيد اللي بيديك في الدنيا حب غير مشروط أول حضن أول ما درسة تعلمت فيها وبتفضل تتعلم فيها يعني لنهاية حياتك يعني طبعاً ربنا يدمهم علينا نعمة في الحياة إحنا طول الوقت عايشين بدعاهم اللي بيفتح لنا كل الأبواب وبتسامتهم اللي بتهول علينا أي حاجة صعبة بنشوفها في حياتنا النهاردة يعني بقول كل الأمهات كل سنة وانتوا طيبين ومنورين حياة ولادكم وربنا يبارك في أعماركم ويرحم الأمه توفت ويصبروا طبعاً لأنه في رأي الأمهات دي حاجة صعبة جداً يعني كل سنة وكل أمهات مصر بخير دايماً كل سنة وكل ست يعني قوية سندة جزهة ووقفة في ظهر ولادها بخير وصحة وسلامة دايماً أمهاتنا هم الطاقة اللي احنا بنستمد منها كل حاجة كويسة بنعملها في حياتنا وأول حد بنروح نجري عليه لما نعمل حاجة حلوة أو يحصل لنا حاجة وحشة علشان تدعمنا وتوقف معانا فربنا يبارك في أعماركم ودايماً عايشين بدعواتكم لنا في حياتكم كل سنة وكل ستات مصر بخير وصحة وسلامة وبقول لكل الأمهات الصغيرين إنه الأمومة دي مسؤولية كبيرة جداً 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 فيا رب نكون قد المسؤولية يا رب دايماً نتعلم ونعمل زي ما أهلنا عملوا رب نكون يعني نقدر إن إحنا نعمل المسؤولية بدي لأنها مسؤولية كبيرة إن شاء الله أنت قد المسؤولية وأنا أشهد بداية يعني إن كانت شهادتي مجروحة لكن خلينا النهاردة في اليوم دا ومن هنا من برنامج صباح الخير يا مصر نطلق دعوة دعوة لكل الأبناء بتكريم أمهاتهم في اليوم دا وتتوجهم خلوا أمهاتكم النهاردة ملكة في مكانها وهي في الحقيقة يعني مش محتاجة اللي إحنا نخليها النهاردة بس لأنها دايماً الستة أو الأم بتكون ملكة في بيتها لكن النهاردة ارفعوا عنها بقى التعب ارفعوا عن كهيلها التعب اللي هي فضلت لسنين وسنين تقدمهوا لكم دا من خلال إيه؟ ما تخلاش تشتغل النهاردة في البيت خلوها يعني ملكة يعملوا لها كل احتياجاتها ولا بقولها كل طلباتها أكل شرب نظافة وغيره خرجوهم يسعدوهم النهاردة ولو بوردة يعني ارسموا البسمة على وجههم بأقل حاجة ممكنة لأن في الحقيقة زي ما قالتها دير الأم دايماً بتكون وطن لولادها في الوطن دا بيحسوا بالأمن والأمان بيحسوا بالاستقرار وبيحسوا بالدفع كمان صحيح يا أحمد ويمكن في أمهات كتير بعد ما زوجها بيتوفى بتكون هي الأم والأب بتربي أولادها وبتقف ضبرهم لحد ما توصل كل واحد فيهم لبار الأمان زي ما هي بتبقى عايزة فتحية تقدير لكل الأمهات اللي تعبت في حياتها علشان تكون فخورة بولادها أعتقد أنه لو في أي حد عنده مشاكل مع أمه يا رب ما يكونش في حد عايش كده يراجع نفسه لأنه يعني دي مسألة غاية في الأهمية أنك يعني ما يكونش عندك مشاكل مع والدتك لأنه دا يعني رضاهم هو الجنة زي ما بنقول كده الجنة تحت أقدامهم فربنا إن شاء الله يعني يسعد كل الأمهات ويجزيهم خير على كل الجهود اللي هم بيقوموا بيها طول حياتهم النهاردة هيكون سؤال حلقتنا مع حضراتكم موقف ما تنسهوش حصلك مع والدتك سؤالنا موجودة على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام وتويتر هنكون منتظرين إجابتكم على مدار الحلقة وصباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر